طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد السلامة بالراجل مش اقول لك اهو. بسم الله نبدأ كده في محاضرة البون. قالك المحاضرة دي بتتكلم على البون. هنتكلم على اناتهم بتاعها. هنتكلم على وظيفة البون. انواعها. الخصائص الكيميائية بتاعة البون. ازاي بيستحمل. بشكل عام كده. المحاضرة دي فيها بون. هنتكلم في بعض الامراض اللي بتحصل للبون. هنتكلم على اللي بيحصل في البون. الكسر. وايه انواع الكسر اللي بتحصل في البون. هنتكلم على انواعه وازاي بيحصل ازاي بيحصل اعادة تأهيل. ازاي بيحصل معالجة للكسر ده. اللي حصل. طيب. نبدأ اول حاجة بيقول لي. قال لك ده عبارة عن من البون. البون سكليتون هيكل البون عبارة عن مجموعة من البون بشكل ايه? منتظمة في شكل الجسم بتاعي. قال لك ان هي يعني هي البون بتاعتي بتترتب في شكله معين. وبتكون المفاصل. ارتوكليت التو وان انازر بتتكون مع بعضها البعض. عشان تكون مين المفاصل الجوينتز بتاعتي. طيب. الاسكليتل تشو. قال لك عبارة عن يعني ايه? يعني عبارة عن نسيج حي. يبقى البون دي عبارة عن نسيج حي. انت مسلا لما بتتحرك فانت بتحرك البون بتاعت جسمك. فالبون دي عبارة عن ديناميك تشو. معمولة بشكل ديناميك ليه? عشان توافق الوظيفة بتاعتها. عشان توافق الوظيفة بتاعتها. طيب. البون بقى بيتكون من ايه? تكوين بتاع البون. قال لك بيتكون من كالسيوم كربونات وكالسيوم فوسفيت. البون بتاعي متكون من كالسيوم. بشكل عام او بشكل مينلي مكون من الكالسيوم. الكالسيوم بتاعي نقسم الاتنين. يعمى كالسيوم كاربو نيت. يعمى كالسيوم فوسفيت. زائد ان هو مكون من كولاجين. وده اللي بيديني الالاستيس بتاعت البون. يعني الالاستيس بتاعت البون جاية من الكولاجين. اللي هو جزء من مكونات البون. ومتكون كمان البون من ووتر من مية دي المكونات الاساسية والمكونات هي المكونات الاساسية بتاعة البون مكون من ايه? كالسيوم. يعني اما كالسيوم كربونات يا اما كالسيوم فوسفيت ومكون كمان من الكولاجين اللي بيديني الاستيسيتي المونة بتاعة البون ومتكون من مية. يبقى ايه بتاعت البون كالسيوم كالسيوم كاربونيت ووتر مية ويه وكولوجين طيب. قال لك حوالي من ستين لسبعين في المية من وزن البون بتاعي عبارة عن كالسيوم. يبقى النسبة الاكبر بتاعت المكونات بتاعت البون بتاعتي رايحة للكالسيوم. رايحة للكالسيوم. طبيعي. الكالسيوم انا محتاجه في البون بتاعتي عشان تبقى قوية. عشان تبقى مسكة نفسها ما تكونش رخوة. فمن ستين لسبعين في المية من وزن البون بتاعي عبارة عن كالسيوم. بانواعه بقى كالسيوم كاربونيت وكالسيوم فوسفيت. كاربونيت وفوسفيت. طيب الباقي بقى التلاتين في المية الباقي من خمسة وعشرين إلى تلاتين في المية عبارة عن مية. يبقى اول لكده مكونات البون والنسب بتاعته. اول حاجة مكونات البون كالسيوم كاربونيت وكالسيوم فوسفيت. ودي النسبة الاكبر. حوالي من ستين لسبعين في المية. باقي ما باقي من خمسة وعشرين تلاتين في المية دي دي الووتر. وعندي كمان ايه? الكولاجين. الكولاجين اللي بيدييني الاستيس بتاعت البون. يبقى لما يقول لي بتاعت البون. ايه الحاجات اللي متمركزة عليها? البون. المكونات بتاعتها المكونات كالسيوم كربونات كالسيوم فوسفيت. ووتر وكولاجين. يبقى ايه? البازيس بتاعت البون مكونات البون الرئيسية عندك كالسيوم كاربونات صحف كالسيوم فوسفيت صحف ودول من ستين لسبعين في المية من مكونات بتاعت البون الكولوجين بيديني والوطر كل دول من مكونات ايه البازيس بتاعت البون يبقى ايه بتاعت البون كالسيوم كاربونات كالسيوم فوسفيد. دول نسبتهم ستين الى سبعين في المية والكولاجين والوطر ال위 يثبته من خمسة وعشرين لثلاثين في المية. عشان يكون الإجمالة 100 في المية. طيب. لما يقوللي النسبة الماوية بتاعة الوزن الجسم تتكون من الكالسيوم وكالسيوم فوسفيد. اللي نسبتهم كام من ستين لسبعين في المية. يبقى من ستين لسبعين في المية. طب الباقي اللي هو بتاع البون المتكون من نسبته من كام لكم من 25% ل30% يبقى من 25% ل30% يبقى البون الاربع حاجات كالسيوم كروبونيت كالسيوم فوسفيت نسبتهم 60% لتلاتين في المية الوتر نسبتها 25% لتلاتين في المية متنساشتك اللي بيديني النسبته بادمها مش محسوبة. او مش مدهان يعني. دول كلمتين اللي قلناها. بعد كده بيقول لي بتاعت البون. قالك البون ده بيكون وبيديني يعني هو بيكون بيديني بتاعي الحماية بحيث ان لو حد خبطني ولا حاجة هو مش بيخش على طول في الانسجة. لا بيكون في البون حمياني. عندك القفص الصدري حامل الرئة والقلب. عندك البون بتاعت الجمجمة حمية المخ الدماغ. فهي بتديني بتاعت العضاء بتاعت الجسم. كمان ان هي بتكون ايه? قالك بتديني الشيب. الشكل الجسمي. شكلك انت يعني متمركز على ايه? على شكل البون. وطلها. وهكزا. فهو بيديني بتاع البون. والستراكشور بادي. بيكون تركيب الجسم بتاعي. كمان ان هي لها ايه? دور في الليفر اكشن. لها دور في الليفر ايه? اكشن. اللي احنا قلنا ان الليفر عبارة عن بارز. والبارز دي عبارة عن بون. فبتلعب دور في الليفر اكشن? ولا لأ? بتلعب. لان الليفر عبارة عن بارز والبارز دي عبارة عن بون. فهي بتلعب دور في اللي هي لها دور في الليفر اكشن. كمان البون بتبقى مخزن للمعادن للمعادن. للمعادن اللي هي ايه? غير عضوية. والاملاح. تاخذين. بتخزن جواها اه كمان ان هي بتعمل ايه? بتكون الخلايا بتاعتي زي البون مارو. البون مارو بيكون كل خلايا الجسم سواء خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفاحة الدموية كل ده مسؤولة على البون مارو. فبون اهو مسؤولة على ولا لا? مسؤول. يبقى ايه وظيفة البون? الفانكشن بتاعت بتديني. والبروتكشن. كمان لها دور في ايه? في والبادي. لها دور في الليفر عبارة عن بارز والبارز هي هي البون. فليها دور في الليفر اكشن. كمان هي بتعمل ايه? بتعمل تكوين الخلايا بتاعت الجسم من خلال البون مارو. اخر حاجة ان هي بتعمل يعني ايه? تخزين. للا ايه? للا ارجانيك سوتس. ايه حاجة في بتاعت هي الليفر اكشن لان الليفر اكشن بدورها بتديني الحركة بتاعت الجسم بتديني بتسمح بتاعت الجسم بتاعته من خلال ان هي لها دور في يبقى ايه الوظيفة بتاعت مصل بتاعت البون اللي بتديني مسؤول على الموبيلتي اكيد يبقى اهم لان هي بتديني الموبيلتي يبقى بتاعت اللي هي مسؤولة على ان هي بتديني الموبيلتي احنا قلنا اللي بتديني الموبيلتي ان هي بتتحد مع بعض بتعمل بتتحد مع بعض عشان تكون الموبيلتي من خلال يبقى بتاعت اللي بتسمح اللي بتديني بتقدم لي للموبيلتي من خلال ايه من خلال ان هي بتعمل لي اتحاد مع بعض عشان تكون للموبيلتي بتاعت البوضي يبقى عشان تكون ايه للموبيلتي يبقى ان هي بتتحد مع بعض عشان تكون المفاصل وبخده بتساعدنا على الحركة من خلال ايه اللي بر اكشن بعد كده بيكلمني على الطيب بتاعت البون ايه انواع البون اتنين وكانسلس الكورتيكل هي هي بسميها ايه كومباكت ايبقى اول حرفين زي بعض كومباكت وكورتيكل هما الاتنين دول بيساوا بعض هي هي كورتيكل هي هي كومباكت طب اللي بسميه يبقى بسميه و الكورتيكل هو هو الكومباكت طيب قال لك الكورتيكل ده بيكون يعني انت لو عندك مسلا لونجوبون زي كده اهي الفيمر اهي مسلا لونجوبون ليها اه هد وشفت واي حاجة ليها هد وشفت فبتكون ايه بتكون يعني لها فوق ايبكس ومن تحت ايه الشفت بتاعتها طيب يتعامل ايه؟ فين فيهم وفين فيهم قال لك او هما دول اللي هما ايه؟ بتاعة البون والمتافيزيز المتافيزيز ده بيكون بين والديافيزيز تاني الديافيزيز اهو وده بيمثل يساوي الشيفت بتاع البون يبقى هو 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 مين هو هو الشيفت بتاعت البون بتاعت بتاعتي يبقى بيمثل ايه دي الحاجة القوية الحاجة الطويلة فده بيمثل اللي هو ايه اللي هو الشيفت بتاعت البون يعني هي المسؤولة على حمل الجسم بتاعتي حمل البون تمام يبقى وظيفة ان هي ايه هي اللي بتحمل الوزن بتاعي انما لكن ده بدورها بس ان هي بتعمل ايه امتصاص بس ايه للصدمات امتصاص للصدمات وبتمثل مين في قالك بتمثل والميتافيزيس طيب ايه با تاني عندنا انواع الطيب بتاعت البون للتركيب الداخلية بنقسم على حاقتين او كومباكت ده بيمثل ايه في البون قالك بيمثل اللي هو الشيفت بتاع البون تمام الشيفت بتاع البون طب وظيفتها هي اللي بتحمل ايه الوزن انما دي بيتمثل مين والي هو اعلى نقطة في البون اعلى نقطة في البون اللي هي دي ودي الميتافيزيس هي دي بين الابين الابيفيزيس اللي هو بيمثل اه اه وهو بين مين اللي هو الشيفت اللي بيمثل الكورتيكال طب وظيفة ايه شوك امتصاص للصدمات طيب قال لك بعد كده كان كومبريسيف استرس زان يعني الكورتيكال مشتركين في حاجة ان هما يقدروا يستحملوا الكومبريسيف استرس بيقدروا يستحملوه يعني ايه اقدر ان انا اتقبل اقدر ان انا ايه اتحمل كومبريسيف استرس اكتر من ان انا اتحمل او يبقى لو انا هصنف بتاعي كومبريسيف وتنشن مين اللي يتحمله الكورتيكال ومين اللي ما يتحملهوش او مين اكتر من مين قال لك الكونسيلس والكومباك بيتحملوا الكومبريسيف زان زان التنشن يعني هما يتحملوا الكومبريسيف اكتر من التنشن وهم اللي اتنين مش بيتحملوا ويكنس خالص في يبقى طالع معنا مقارنة جديدة الكومبريسيف التنشن الشير بالترتيب كده يتحملوا الكومبريسيف زان التنسيل هما اللي اتنين لا يتحملوا مين لا يتحملوا خالص يبقى يتحملوا الكومبريسيف بالترتيب يتحملوا مش بيتحملوا اكتر يعني لو انا اقارن والتنشن فهم يتحملوا اكتر وهو مور زان اكتر من التنسيل وهم الاتنين ويكنس خالص في ويكنس خالص في طيب بيقول لي هنا قال لك او بص بريتل هي هي الكمباكت وهي هي مين وهي هي الكمباكت وهي اسمي تاني ما احنا قلنا الاتنين او كور كور وده الكسر بتاع يعني ايه يعني الكسر بتاع الكومباكت والكسر يعني انا لو جيت على كومباكت او كورتيكال بون وكسرته هينتاج لي طب لو جيت على او سبونجي هينتاج لي تاني تاني لو انا كسرت كومباكت هيديني بريتل لو انا كسرت او سبونجي هيديني قال لك عايز مثال على بون ايه مثال احنا قلنا الكمباكت بيميزها او بيمثلها ايه البون قال لك لو انا عندي لون جموع زي كده فاللي بيميزها مين الكمباكت او الكورتيكال قال لك الديافيزيز وحنا قلنا الديافيزيز هو هو الشفت بتاع البون صواء دي دي اه فيمر انا بنيش دعوة انا عايز بتاع البون هو اللي بيميزها طب اللي هو اعلى نقطة يعني يعني اعلى نقطة يعني فوق فالإبيفزز يمعيزها مين؟ تنفع الكنديل؟ لا تنفع التيبركل ولا النوتش يبقى البرتل هي هي الكورتيكال هي هي الكنسلس هي هي الاسبونجي انا عايز بيسأل على البريتل احنا قلنا البريتل هي هي الكمباكت فالميميزها الكمباكت او بتاع اللون جبون طب او بتاعت اي بون سواء ده ده كان بيميزها مين ده كان بيميز او طب احنا قلنا هنا ان الووتر بتمثل ايه من كامل لكامل في البون قالك بتمثل من 25 ل 30 في المئة هي هي مين هي هي الووتر بتمثل من 25 ل 30 في المئة من بتاعت البون طيب بقول لي هنا ان البون بتاعتي اه ده اهو نجيب البتاع ده البون البون يعني هو نسيغ غير حي وكمان ثابت لأ ازاي البون بتاعتي سابتة لأ البون احنا قلنا عليها ان هي نسيغ حي كمان ازاي نسيغ يبقى نسيغ ميت فدي غلط المفروض يبقى ويكون كمان ايه نسيغ حي طب بيقول لي بتاعي مش موجود من بتاع البون لأ احنا قلنا بتاع البون بتكون من ايه يا اما كالسيم كربونات وكالسيم فوسفيت وكولاجين وايه ووتر الكالسيم كربونات والكالسيم فوسفيت من اه من ستين في المية لسبعين في المية طب الووتر من خمسة وعشرين في المية لتلاتين في المية طيب بعد كده الكولاجين بتديني الاستيستي وكمان ايه 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 تاني ووتر وبس كده طيب ماشي يبقى الكولاجين بتاعي مش موجود لا موجود وده اللي بيمثل ايه بيديني المرونة بتاعة الجسم طب الكالسيم كربونات والكالسيم فوسفيت آر زمين او ف بون كومبوزيشن يعني المكونات الاساسية في بون كومبوزيشن اه ليه بيمثلوني من من نسبة من ستين في المية لسبعين في المية طب الووتر من خمسة وعشرين الى تلاتين في المية بقى مين النسبة الاكبر واللي بتمثل بتاعت اكيد سواء كولوجين فوسفيت وكولوجين كربونات. طيب. بيقول لي تلاتين في المية من بتمثل من خمسة وعشرين لتلاتين في المية فده بتكون صح. طب بتاعت بتقدم لي وبتدين وكمان بتاعته بيحفز على بيديني دعم للأعضاء زي القفص الصدري انت عندك القفص الصدري بيحمي القلب والرقتين. عندك بتاعت بتحميل المخ. وهكذا في كل باقي الجسم ان هي بيحمي لي فهو بيقدمني والبروتكشن فده صح. طب لا يتضمن من خصاصه ان هو او من وظيفته ان هو يديني سيل فورميشن انما البون مارو بيعمل ايه? البون مارو بيديني الصفاحة الدموية وبيديني فكل دول بيدين ايه? بيدين سيل فورميشن بيكون خلايا في الدم. فهو النطق لأ يتضمن المفروض. المفروض يتضمن. تمام? طب يا سكرية السيستم مش بيخزن معادن? لا هو بيخزن معادن? غلط. يبا هو المفروض ايه? بيخزن معادن. ودي من وظيفة مين? من وظيفة بتاعتي. طب بعد كده بيقول لي بتاعت البون. قال لك البون عبارة عن فيسكو. يعني عبارة عن قال لك ان هي ايه? لها السلوك ان هي تبقى لحد لما توصل لحد لما توصل بعد هتدخل في الايه? في في التشوه اللي هو ايه? بيكون او اللي هو لو دخلت في البلاستيك ده مش هتعرف ترجع له ايه مش ترجع للنورمال اه بتاعتها. بتاعها الاصلي. فهي لها خصائص بتوصل لحد لما يحصل لها ايه? تشوه. قال لك من خصائصها برضو ان هي بتستحمل يعني بتفضل تستحمل تستحمل يعني بتفضل بتاخد وقت طويل لحد لما يحصل لها ايه? جبهية في بتاخد وقت طويل جدا. لحد لما توصل ايه? بتاعتها للكسر. فبتاخد ايه? بتاخد وقت طويل جدا في لحد لما يحصل لها ايه? فمش بتاع مش بيحصل على طويل. لأ بتاخد وقت طويل في بتبقى طيب. قال لك لو البون بتاعتي تعرضت لقوة في مجرد ما تتشال البون هترجع لل اه اه شيب بتاعها الاصلي لان هي في ده بيكون يعني قابل ان شكل البون يرجع زي ما كان. لكن لو قوة عدت ودخلت من ما احنا قلنا بتبقى فبتعد فترة في في ولكن لو لو شلت القوة بتاعتي مش هترجع لطبيعتها لان بعد ما دخلت في دخلت في منطقة ودي منطقة ايه? ولو القوة زادت ووصلت للفلير كده حصل كده حصل كسر كده حصل ايه? كسر لو زادت الفلير بوينت ووصلت للفلير بوينت يبقى كده حصل في البون بتاعتي. طيب قال لك بعد كده بتاعت البون. ايه خواص الكيميائية بتاعت البون? قال لك البون لها اتنين فيزيس. مهم جدا. الفيز الاولية بتكون والفيز التانية بتكون يبقى الفيز الاولية بتكون المينرال اللي هي ايه؟ المعادل والفيز التانية اللي هي والكولوجين ده اللي هو مسئول على ايه? احنا قلنا الاستيسي بتاعت البون المرونة بتاعت البون. طيب انا اتكلم على النسبة المبينو. احنا عرفنا دلوقتي الخواص والخصائص الكيميائية بتاعت البون الفيز الاولانية هي اللي بتكون ايه? الفيزة التانية هي اللي بتكون طب نسبة للمينرال ايه? قال لك هو 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 الاساسي بتاعي لانه مسؤول على والديفورميشن اللي بتحصل للبون بعد ما تخش في هو المسؤول على المرونة اللي بيمتلكها البون مين اللي هو بيكون يبقى السكند بيكون مين بيكون ده اللي هو مسؤول على بتاع البون طيب كل ما يقل الكولوجين اكيد هتقل المرونة فبالتالي هيحصل ايه? بالتالي هيحصل في الانرجي ابسوربنج هتقل عندي امتصاص الصدمات ليه? لانها ما بقاش عندي مرونة ما بقاش عندي كولوجين فالكبازتي سعة الانرجي هيحصل لها دي كريز وتصبح البون مور برون تو بريتل فراكشن هيحصل لها ايه? بريتل فراكشن يبقى ده اني نوع من انواع البون الكمباكت صح? يبقى تاني انا عندي للميكانيكال بروبيرتز الفيرست فيز وديه بتكون المينرال والسكند فيز وديه بتكون الكولوجين الكولوجين هو البرايمر بتاعت ايه? بتاعت النسبة من نسبته للمينرال هو الكولوجين هو اللي بيكون البرايمري هو اللي بيكون الاساسي ليه? لانه مسؤولة على طب تعال انا هتخيل حصل في الكولوجين يبقى حصل في يبقى البون مش هتقدر انها تستحمل مش هتقدر ان هي تمتص الصدمات بالتالي هيبقى البون معرضة ان هي يحصل لها ايه? بريتل فراكشن. انا انواع من انواع الفراكشن بريتل فراكشن. طيب احنا قلنا الكورتكال او العوماب لكم باكتبوون بيمثلها مين? قالك بيمثلهاöm13 والضيفإزز صحيح لنا ده شيفت بتاع الصغير يبقى الطابعة التبيا مش الهد ولا القنضايل ولا الماليولاس. يبقى اللي بيمثل الكورتيكل الشيفت بتاع البون اللي هو مين الدايفيزز والدايفيزز هو هو الشيفت انما اللي او الميتافيزيس ده مين؟ ده الكنسلس او طيب البيو ميكانيكلي يعني ايه؟ بايو ميكانيكلي. مكونة من اتنين فيزيس وسكن ديفيز. قال لك بتكون مين؟ قال لك بتكون المينرال المعادل. طب السكن ديفيز بيكون الكولوجين. مين الاهم فيهم? الكولوجين. الريشيو بتاعته اكتر لانه مسؤول على الاستيستي. طب لو قال لي الكولوجين هتقل الاستيستي وبالتالي هتقل للبون ابسوربنج. هو عايز كان المينرال طيب بيقول لي في الكولوجين ريشيو. قلت نسبة الكولوجين. والكولوجين احنا قلنا المسؤول على المرونة بتاعت الجسم. طيب لو قلت قلك ده هيزود المفروض لو قلل الكولوجين تتقل للمرونة وبالتالي تقل قابلية البون ان يحصل لها امتصاص للصدمات او امتصاص للطاقة. فايه? فمفروض يبقى لو قل للكولوجين. اه هتقل امتصاص سعة امتصاص الطاقة بتاعت بتاعت البون. طيب بعد كده بيقول لي البون بروزيتي. البون بروزيتي هي هي مين المسمية. طيب والدنسيتي عكس البروزيتي. يبقى البون بروزيتي هي مين المسمية? البروز. البروز المسمية الفتحات. الاخرام. والدنسيتي هي مين? عكس البروزتي اللي هي مين? الكسافة. كسافة بتاعت البون. طيب. قال لك البون بروزيتي تعرفها دي يعني دي حالة البون اللي بتمتلكها في حالة ايه? البورز. يعني يبقى دي حالة البون لما تبقى ايه? يبقى عندها ايه? بورز. صقوب فتحات. خرام. قال لك ترابيكولر نيتوورك ديفايدد زا انتيرير فوليوم انتو بورز. بتقسم بتاعت البون حجم البون بيقسمه ايه? لبورز لفتحات. ما هي اسئول على الايه? بون بورزتي. ايه? مختلفين. هتكون ايه? هتكون بروديوسنج. دي معناها ايه? المسام بتاعت البون. بورزيس او بورز. 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 دي ايه تعريف للبون بورزتي. المسام المسامية معناها المسام بتاعت البون. لو بصيت من البون هتلاقي ان هي ايه? عبارة عن ترابيكولر نيتوورك. تمام? هتلاقي البون عبارة عن شبكة. فيها فجوات. تمام? كل ما الفجوات دي تزيد هتخلي في ايه? امتصاص للانرجي. كل ما الفجوات دي تزيد هتخلي فيه امتصاص للانرجي. امتصاص الترابيكولر هربون. الترابيكولر هربون مملوها ايه? بالبون مارو بتاعي. نخال عزم. وكل ما تزيد الترابيكولر او الترابيكولر هتزيد البون مارو لان هي محشية جواها وبون مارو. وبالتالي هيبقى انضر برجع تحت ضغط عالي هتزيد ايه? للانرجي. هتزيد الطاقة ان انا ايه? امتص الطاقة. امتص الطاقة. ماشي? يبقى تاني. ايه تعريف تيه? حالة المسام بتاعت البون. طب الترابيكولر دي شبكة يبقى عبارة عن ايه? جواها البون مارو. كل ما تزيد الشبكة دي ايه مملوها بالبون مارو. كل ما تزيد كل ما يبقى تحت ضغط عالي لها. كل ما تقدر ان هي ايه? تنتص ابسوربنج للانرجي. يبقى فاكتور من عوامل ايه? يبقى البون مارو بيأثر لي يعتبر فاكتور من العوامل اللي بيزود القوة بتاعت البون مارو. طيب دي ايه? حالة الايه? النورمال بون ماتريكس. ان العظام بتاعتي بقى جواها ايه? بروزتي. وان ايه تعريف البروزتي? اللي دي حالة. بورز سقوة. لكن لو زادت البورز دي عن عن الطبيعي وبقت كتيرة قوي. بقت كبيرة وكتيرة. حقيقة هيحصل ايه? اللي هو ايه? هشاشة العظام. هشاشة العظام. لو زادت الاستيو لو زادت البون بروزتي المسمية بتاعت البون زادت عن الحد الطبيعي. بقت كتيرة. هيحصل ايه? هيصلي بقى عندي ايه? بروزيس بهبل. بروزيس بعبب. اتزيد ويصبح البون بتاعتي عندها عشاشة عظام. يبقى احنا قولنا هنا ان البون مارو بتاعي بيبقى اندر بريشر بيقصلي واكتس اضافة انه هو فاكتور من عوامل بتاعت ايه? البون مارو بيكون جواه المسام جواه الفجوات وبرضو اللي هي دور في الايه? في ان هي بتنتص الصدمات. يبقى البون مارو بتاعي نخواه العظم. اكتس. بتاع البوء. يمثل عامل في ان هو ايه? يدين القوة بتاعت امتصاص الطاقة اه. ان هو جواه البروزتي الخاصة بيه. وبتالي بيبقى ان الجواه للبروزتي فيقدر ان هو ايه? يستحمل ويعبي امتصاص للطاقة. طيب بعد كده بيقول لي ايه تعريف البون بروزتي المسامية بتاعت البون. قال لك دي حالة البون بتاعت ايه? تبقى بيينج بورز. بورز. يبقى فيها ايه? يبقى فيها مسام. يبقى فيها ايه? بورز. بتعريف ايه? كمان? يبقى انا عندي هو البون بروزتي تاعت ايه? حالة البون يحصل لها ايه? بورز. حالة ان يحصل ثقوب وفتحات او ان البون تمتلك ايه? بورز. فتحات او ثقوب. ده ايه? البون بروزتي. بقى ايه تعريف البون بروزتي? ماشي? طيب قال لك بعد كده الفراغ اللي في الترابيكي لاربون. مملو بايه? اديشنال. وبيبقى فاكتور من عامل السترنس لل ايه بون انرجي. امتصاص للطاقة. ده مين? ده البون مرو. يبقى البون مرو. الترابيكي لاربون اهيه مملوها جواها البون مرو. والبون مرو ده عامل من العامل اللي بيساعد في الانرجي امتصاص للصدمات بتاعتي. طيب. بعد كده بقول لي. الاستيو بروزيس. الاستيو بروزيس. ايه تعريفها? قال لك الاستيو بروزيس دي زادت البروزيتي. يبقى البروزيتي زادتها عن الطبيعة زادت بهبل بعبط. بقى عندي ايه استيو بروزيس. بقى عندي سقوب كتير جدا. وده في البون ماس. قالت اكيد البون ماس. لأيه? الكتلة بتاعت البون. طالما زادت البروزيتي دي. هتقل للكتلة. طب ايه اسبابها? قال لك ممكن ان الشخص ده تقدم في العمر. يبقى مشكلة في في العمر. طب مشكلة كمان في الضيط في الغذاء بتاعه. مش تسمع الناس الكبيرة ان هي مش بتاكل اقل حاجة. ماشي? بقى انا كده عجوز يبقى. يبقى يا اما شخص تقدم في العمر. يبقى شخص مش ايه? بيأكل كتير. او بيأكل بس مش بيظهر عليه التخل. ما اتعرفش. كمان بتاعته باترن. يعني ايه? يعني شخص يلين انه بتحرق. بتاعته باترن. وليلة جدا. في كمان مشكلة في الكالسيوم مشكلة في الكالسيوم وانه مش بيمتص. احنا قلنا البون بتاعتي من مكوناتها الرئيسية من ستين لسبعين في المية كالسيوم. طب الكالسيوم ده مش بيمتص. اكيد هايحصل بروزتي في البون. وهتقل لي كمان ايه? البون مالس. يبقى كزا حاجة بتأثر في البون بروزتي بالراحة. تاخدهم اول حاجة يعني ايه? بكير في كده. انت يعني هتبر ان الشخص هو الايه? هو هو شخص كبير. شخص كبير في السن. شخص ايه? ايجنج. يبقى ايجنج بروزيس. يبقى الاكل بتاعه في مشكلة. يبقى ايه? مشكلة في الديكريز في بتاعه. الجزاء بتاعه قليل. مشكلة في الديكريز. يا اما مشكلة في الايه? الشخص الكبير مش بيقدر ان هو يتحرك شخص كبير بقى عجوز. فايه? الفيزيكال اكتيفتي بتاعته او في الفيزيكال اكتيفتي. اخر حاجة الكالسيوم بتاعه اللي هو من مقونات الاساسية للبون قليل. في ايه? في مشكلة. اربع حاجات. ايه هما? الايج? الايج بروسيس. يبقى مشكلة في الايه? في انه الفيزيكال اكتيفتي بتاعته قليلة. يبقى مشكلة في الديكريز بتاعه ان ان هو مش بيأكل كتير او مشكلة في الجزاء بتاعه. طيب يبقى ايه? والكوزي بتاعته ده انكريز في البروزيتي. ودي كريز في البون ماس. طب الكوزيس بتاعته احنا قلنا بالترتيب شخص كبير في بروسيس. فمش بيقدر ياكل في مشكلة في فمش بيقدر يمتص الكالسيوم كالسيوم اا ابسوربنج ديفكت. وهي مش بيقدر يا احنا قلنا ايه? كبير في العمر. فمش بيقدر يأكل الديكريز بتاعه. فمش بيقدر طالما مش بيأكل فاليمتص للكالسيوم بتاعه في ديفكت. فمش بيقدر ان هو ايه يتحرك. يبقى فمشكلة فمش بيقدر ان هو يمتص طالما مش بيأكل يبقى يبقى كالسيوم فمش بيقدر ان هو مش بيأكل يبقى مش يقدر ان هو يتحرك بتاعته ايه ديكريز في الفيزيكال اكتيفتي خاصية وهي عكس الكلام ده كله خالص الكسافة بتاعت البون عكس دي بتتعرف بالبون الماس بتاعت البون عشان كده قلنا من من تعريف ان entity في زيادة في البود وفي في في ديكريز فيпа muy يعني يبقى ساعدها اقول في التعريف هو ايه الماس بتاعت البون الماس بتاعت البون بالبار يونت يبقى ايه تعريف كسافة البون الكتلة بتاعت البون في قال لك الماس بيبقى عندها اكيد الكمبكتبون اللي هي مسؤولة على اللي هي بتكون في بتاعت بتاعت اللونج بون بتبقى عندها اقل مسامية وبقى عندها هاي من الدنسيتي وبيبقى ايه مور مينرال مسؤولة يعني عندها معادن كتيرة هاي كنتنت من المينرال محتوى المعادن فيها كتير ويالكنسلس بون بتبقى هاي بروزتي ايه ان هو ايه على النقيد الاخر ان بتبقى هاي من البروزتي بيبقى عندها سقوط كتير جدا يبقى ده ان ده الكمباكت وبيع انها هاي مينرال حدها مينرال كتير عندها اللو من البروزتي عندها هاي من الدنسيتي ده الكمبات كمان بيبقى الدنسيتي بقى什么 يبقى فيه علاقة ما بين الكسافة بتاعت البون والصلبة كل ما تزيد كل ما تزيد الكسافة بتاعت البون هتزيد الصلابة والاستنينس اوف ترابيكي الاربون اللي هو امتصاص صدمات بتاعتي طيب بتكون في المن في الرجالة اكتر اكتر من الستات في عشرين من عشرين لتلاتين سنة كل ما تزيد في ايه في التقدم في العمر كل ما تزيد في التقدم في العمر هيحصل ايه كسافة البون هكيدة هتقل ويحصل لو كسافة هشاشة العزاب اللي احنا قلنا من اسبابها ان يحصل ايه اه في الالدر يعني نمو تمام طيب الفانكشنال الفانكشنالي هي اللي هي بتديني يبقى اهم خاصية من خصاص البون اللي هي بتديني ايه بتديني الصلابة والكسافة انا ولا عايز شكل من البون ولا عايز بتنجان انا عايز ايه انا عايز عايز صلابة وعايز قوة فاهم من خصاص البون ان هي بتديني والاستفر والكسافة كل حاجة كده تجز عشان تفهم بتاعت البون لازم احط البون تحت تحت ايه تحت قوة تحت ضغط طيب شربنا نخلص اللي اه هيدي يبقى 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 الضغط بتاع القوة اللي على البون بتادي تشوى او تغير في شكل البون في بتاعت البون طب ممكن تتحسب بلوتد ان لود دي فورميشن كيرف بلوتد ان لود دي فورميشن كيرف هو هو سترس سترين كيرف طيب يبقى تاني كده يقول لك ايه تعريف الدنسيتي الكسافة قال لك دي ايه بتمثل البون ماس الماس بتاعت البون بلا ايه بالبير يونيت وحدة البر يونيت يبقى بالبير يونيت دي بيتمثل الدنسيتي الكسافة بتاعت ايه بتاعت البون ايه بعد كده بيقول لي ايه اهم الامبورتنس ميكانيكا البروبرتس بتاعت البون اهم خاصية من خاص الميكانيكية بتاعت البون ان هو ايه القوة والايه كمان والصلابة والدنسيتي والكسافة كل دول من خصائص الحاجات المهمة في الميكانيكا البروبرتس اللي انا عايزها من خصائص البون عايزها تكون قوية وعايزها تكون ايه وعايزها تكون عندها صلابة كبيرة جدا طيب بعد كده عم يقول لي احنا قلنا في المين اكبر من من عشرين تلاتين سنة وبتقل بمرور ايه بمرور العمر بتصبح بسبب ان بيبقى في سن في يعني الس مك Series بيصبح سن بتاع الكورتيكا بيصبح ايه وانا بتقدم في العمر بيصبح ايه سن رفايع السمك بتاع SCdipolar بون بيصبح ايه سن يصبح رفايع وانا بتقدم في العمر عشان كده وانا بتقدم في العمر بيحصل ايه هشاشة اعظام. طيب. يبقى يعني المعادن او الكسافة المعادن. بتبقى احنا قولنا اعلى حاجة في في المين. زين الومن. مقارنة بالومن. بتوين من عشرين لتلاتين سنة. ده كلام مصبوط. بتكون اعلى في المين. في الرجالة. اعلى من ايه? من الحريم. طيب هنا احنا قلنا ان الاستيو بروزيس. من خصاص بتاعتها ايه? الخصاص بتاعت الاستيو بروزيس. ان في البون ماس. لأ. احنا قلنا ايه? في البون ماس. هتقل البون ماس. وتزيد مين? ويزيد البروزيتي بهبل. بروزيتي. هتزيد المسامية كبيرة جدا. احنا مشامية اصلا هشاشة اعظام. يبقى في البروزيتي. ودكريس في البون ماس اللي هي ايه? اللي هي الدنسيتي. عكسها بقى. يبقى في البروزيتي. لأ غلط. في البروزيتي. طب مقاومة الكسر. لا مقاومة الكسر اكيد هتزيد. يعني هتصبح تؤدي الى الكسر. مش هتقل المقاومة. اه مش مقاومة هي اللي من خصائصها. لأ. طب هتقل البون ماس. اه هتقل البون ماس. يعني هتقل اللي هي مين البون ماس? الدنسيتي. الكسافة. وبتزالي. وبالتالي تزيد الكسر. وبالتالي يزيد الكسر. دي من الخصاص اللي ايه? اللي هي شاشة العظام. اللي هي بيميزها ان انا عندي في البروزيتي. اللي هي هي البون ماس. في الكسر بتاعي. تمام? طيب هنا بيقولك في الكمباكت البون دنسيتي. احنا عندنا احنا قلنا ان عندها اقل ماسامية واكتر دنسيتي. اكتر كسافة. وعندها محتوى من محترم يعني. من مرار almost. ذan ايه? ذan لكن لان بتبقى عندها هي اللي هي اللي علي. هاي هي اللي علي. طيب. يبقى. الي اللي عندها من من المسامية.coal اسبونجي. الكورتكال عندها ايه? عندها عالية. وعندها محتوى من المنرال مور محتوى من المنرال. هما اللي اتنين عندهم نفس البروزيتي لأ. هي اللي عندها ايه? نسبة اكبر من البروزيتي. تمام? بيقولي ان البروزيتي مش تأثر في تركيب البون لأ. بتأثر. لو انا عندي عالية فهيبقى ده ايه? او طيب لو انا عندي عالية فده هيبقى ايه? او فبتأثر مش لنص افكتل لا افكتل بتأثر. طيب بعد كده بيقولي اللي بيحصل للصلابة بتاعت جسمي بتاعت البون بتاعتي لما يحصل مع تقدم العمر. نحن قلنا مع تقدم العمر هيحصل ايه? صح من اسباب الاستي بروزيس ان انا بيحصل التقدم في العمر. فبتقل بتاعت العضل. بتقل الصلابة. فانكريز ازاي? لا. دي كريز. دي كريز. تمام? طب بعد كده عندنا رقم اي دي بدي بنسل اللود. اللي هو هو السترس. البي دي فورميشن اللي هو هو السترين. السي دي الاستيك فيز او ال الاستيك ريجون اللي بعدها بيحصل ايه 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 تشوه دائم دي رقم ايه رقم ايه دي اللي هي ايه ايه او بيتمثل الالاستيستي تمام مجرد ما بتتشال بتاعي او بتاعتي بيحصل ايه بعد ما يحصل اتشال بتاعي بيرجع تاني بتاعتي الشكل الاصلي طب دي بيحصل عندها اشارة لان انا عملت ايه يعني ايه يعني لو القوة زادت وعدت يبقى كده البون داخلت في التشوى التشوى ده ايه مش هيرجع للطبيعة تاني التشوى ده لو بعد مش هيرجع للطبيعة تاني الاستيك ليمت اف بون هصبح بتاع تتزيد ولو زاد عن النقطة دي اللي هيا الالاستيك كده هيقل اكسبت للبلاستيك بيهيفور اللي بيليمت للإلاستيك ريجون ده مين؟ ده اليلد بوينت يبقى لو انا وصلت للإلاستيك ريجون اللي بيعمل إكسبت للبلاستيك ريجون لو انا زودت عن النقطة دي اللي هي إيه؟ اللي هي الفراكشر لو انا زودت عن اليلد بوينت اللي هي دي زودت أزود أزود لحد لما وصلت لفراكشر كده هيقل معي مين؟ قل معي البلاستيك ريجون واختفى لان انا وصلت للفراكشر بوينت اهو لو زادت القوة ووصلت للفراكشر بوينت بتاعتي كده هيحصل ايه؟ كده هيحصل فراكشر كسل يبقى لو زادت عن الفيلير بوينت كده هيحصل ايه؟ فراكشر اكسبت اهو للبلاستيك ريجون زودت عن هذا ايه الحد طيب قال لك في اي نقطة يظهر يعني يظهر في اي نقطة بيظهر في في اي نقطة هيظهر عندها مين دي عندي انت عندها بتفضل كده كده هي دي بعدها مين بعدها بيظهر مين بتظهر امتى بعد بتظهر بعد الزيادة من الزيادة من الزيادة بتاعتي ده هيسبب ظهور للبلاستيك ريجون اهي ده اليلد رقم دي اهي اليلد رقم بوينت اهي رقم دي زيادة من يعني زيادة من هيسبب ايه اكسهبت ظهور للبلاستيك ريجون عندنا بعد كده بتاعت البون طيب مكون من كورتيكال وكانسلس كورتيكال بون وكانسلس بون قالك الديفرنس اللي ما بين النوعين دول مش بيقصر بس على الكومبوزيشن ماتيريال يعني مكونات المواد هم اللي اتنين بون تحت تحت باند مين بون يبا هم اللي اتنين عندهم مكونات البون الاساسية اللي هو ايه الكالسام كربونات والكالسام فوسفيت والكولاجين والووتر بنسبتهم كمان لكن بيختلفوا في ايه قالك بيختلفوا في نسبة البروز نسبة البروز اللي هو ايه الشخوق والخروم اللي بتبقى في الاتنين قالك الاختلاف ما بين الكورتيكال والبون هل اختلاف في الكمبوزيشن ماتيريال في المواد بتاعتهم لأ هم اللي اتنين تحت باند البون يبا هم اللي اتنين فيهم خصائص ومكونات البون كالسام كربونات وكالسام فوسفيت وكلاجين والووتر الاختلاف اللي ما بينهم في نسبة البروزيتي نسبة الشقوق نسبة ايه 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 الشقوق وال rum اللي هي اسمها ايه الم الم المسمية يبقى البروبوشن ايه ايه في الكنسل البروزتي عالية الكورتيكال البروزتي قليلة طيب الاختلافة المبين هون مش بيكون في الماتيريال لكن بيكون في نسبة البروزتي المسام اللي موجود مش احنا قلنا البروزتي بتمتص البروزتي بتمتص الطاقة فكده اللي عابع عنده ممسام اكبر هو اللي عابع عنده ايه امتصاص للصدمات اكدر ومش هيحصل له بسهولة تمام ماشي طيب عندك بعد كده بقول لي الكورتيكال وده مقاردة لك في الكورتيكال اكيد قليلة لو من خمسة لتلاتين في المية طب لا عالية من تلاتين لتسعين طب الكسافة اعكس بق طرمى في الكورتيكال المسامية في الكورتيكال قليلة اكيد الدنسيتي بتبقى هاي طب الكسافة والصلابة والقوة بيكون ايه قليلة في الكانسيلاس او السبونجي طب الاستفر الهاي دنسيتي هنقول له هاي استفر فبيبقى استفر ويبقى فيه من الاستيك ديجون انما الليسه استفر بيبقى في الكانسيلاس طيب الفانكشن دي اللي هي بتستحمل كمان بتاعتها موكم اقول له ان هي ايه ان هي 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 اللي بتحمل ايه الوزن بتاع الجسم انما دي يعني اقل ضغط لكن دي بتستحمل ضغط كبير كمان موكم ازود ان هي ايه دي اه شوك ابسوربشن انتصاص للصدمات مصر الصدمات طب لو انا قسرت الكورتيكل هينتاج لايه بريتل لو انا قسرت بيطلع لي تمام يبقى الاختلاف ما بين ما بين والكانسيلاس هالاختلاف في الكمبوزيشن لا الكمبوزيشن سابق ومن الاتنين طالما يبقى مكونوا من الكالسيوم كاربونيت والكالسيوم انما الاختلاف ما بينهم في البروزيشن بتاع البروزيشن نسبة المسام في الكنسيلاس اعلى في الكورتيكل بتكون ايه مالها قليلة بتكون ايه قليلة طيب بيقول لي بعد كده لو حصل اا اكسيد لود اكسيد عن كده هيخش في احنا قولنا ايه كده هو لو حصل زيادة عن اليلد بوينت كده هو دخل في البلاستيك يبقى البلاستيك دي بتكون يعني لو انا شلت اللود بتاعي ريموف لللود حصل لايه مش هيعود للشكل الاصلي بتاعه يبقى اكسيبت دليل او ايه بيميز البلاستيك بيهيفور اه صح ده دليل للايه للبلاستيك بيهيفور فراكشور اميدياتلي هيحصل فراكشور لا ده لو انا زلت عن عن الفيليور هيحصل فراكشور ماشي يبقى هو ايه ده دليل للاكسيبت ديل بلاستيك ديجين لو انا زودت عن اليلد بوينت للبلاستيك ريجين هيظهر معايا تمام طيب اه بقول لي ويتش ريجون في بتمثل البول كاباستي ان هي يحصل ايه يعود للشيب بعد ما عملت ايه ريموفا لللود دي ايه دي الى الاستيك منها كانت نوت ريتير للأوريجنال بتاعتي تمام طيب 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 بعد كده بقول لي علاقة ما بين اللودينج اللي احنا وعلنا عليه السترس والديفورميشن اللي احنا وعلنا عليه السترين بتتمثل في ايه السترين كيرف او اللي هو دي فورميشن كيرف ايه يبقى الديفورميشن كيرف او يبقى انا عندي اللود بتاعي لو زيته عن هيدخل في ايه? في البيهيفور. هيدخل في البيهيفور. طيب. دي لو انا شلتها حصلت بتاعه هيرجع للشكل الاصلي بتاعه. بعد كده بيقول لي اللود بيسبب ايه? يؤدي الى تشوه او تغير في بتاع البون صح? يبقى القوة بتاعتي والفورس بتاعتي بتسبب ايه? تشوه وتغير في بتاع بتاع البادي بتاعي. يبقى يؤدي الى ايه? هيدي الى تشوه وتغير في في شكل ايه? في بتاع البون. طيب. بعد كده بيقول لي. ايه? ايه? يعني هما الاتنين عندهم. الكسافة بين عمر عشرين لثلاثين. من اللي هيبقى عنده ماكسمام مينرال دينسيتي. من اللي هيبقى عنده نسبة اكبر من الكسافة? نسبة اكبر من الكولاجين. مين? اكيد المين. مش رحنا قلنا. في العمر من عشرين لثلاثين. الماكسمام مينرال دينسيتي بتبقى اكتر. في المين زان الومن صح? تمام? نقول له الماكسمام بتاع البون دينسيتي بتروح للمين زان الومن في حالته من عشرين لثلاثين سنة. بتبقى. ماكسمام بيبقى عندي الكسافة الكسافة في المين بتبقى اعلى من الومن من السن من عشرين لثلاثين. طيب بعد كده بقولي البون دينسيتي بتتمثل في ايه? قالك دي الماس اوف بون. الماس بتاعت ايه? البون كتلة العظم بتاعي. الماس اوف بون بالبير يونيت. تمام? الماس بتاعت البون بالبير يونيت. دي بتمثل مين? الدينسيتي. انما البروزتي. بروزتي. دي ايه? دي حالة الاستيت. بتاعت ايه? اوف بينج. كوني ايه? بورز. حالة الايه? الماس بتاعت البون. انما الدينسيتي. الماس بتاعت البون كتلة العظم بالبير يونيت. يبقى اهو بتاعت البون بورز. ده بتمثل مين? البون بروزتي. انما الدينسيتي بتمثل الماس بتاعت البون. الماس بتاعت البون. طيب. قال لك بعد كده في الكولوجين ريشو. لو انا قللت الكولوجين. ده هيسبب ايه? لو انا قللت اللي هي بتمثل الكولوجين. ده في الانيرجي. لأ المفروض هيقل. ليه? لان انا قللت. القللت المرونة. فبالتالي هتقل امتصاص الطاقة. لا. لا. ده انا قللت. وبالتالي هيحصل بكل سهولة. اه هيقل الامتصاص للطاقة. لان انا قللت الكولوجين. يبقى قللت الالاستيستي. يبقى قللت الانيرجي امتصاصي للطاقة. هتقل البون دينسيتي. هتقل البون دينسيتي. كسفت البون هتقل. لا مش هتقل كسفت البون. انا عندي اللي بيقل لي مين? اا اا انيرجي ابسوربنج. يبقى ده هيسبب في الانيرجي ابسوربنج كبستي. وهتصبح البون هيحصلها بريتل فراكشور. هيحصلها ايه? بريتل فراكشور. طيب بعد كده بيقول لي. ايه الكمبوننت اللي بيكون برايماري. اللي مسؤول على الالاستيستي في الديفورميشن كيرف. اكيد الكولوجين هو المسؤول على الالاستيستي. وبيكون في الانيرجي. انما دي بتكون المينرا. لكن الكولوجين هو اللي بيكون وهو المسؤول على لو قل الكولوجين هتقل الالاستيستي وبالتالي هتقل امتصاص الطاقة. طيب. بعد كده اللي بيسكرايب يعني بيستحمل اكبر قبل ما يحصل ايه? قبل ما يحصل فراكشور. ده لان هو يبقى انت تروح هنا وتروح لأعلى نقطة يبقى انت هتنزل كده وتخش دي. فانت تشوف هنا هنا موجود ايه? ده بيكون ده منحنة هو عايز ايه? يبقى تروح لمنحنة وتجيب بتاعه. قبل ما يحصل ايه? قبل ما يحصل فراكشور. وتشوف النقطة دي بتمثل مين? يبقى هو عايز ايه هو الماكسيمم استرس الماكسيمم استرس بفور الفيلير بوينت. يبقى قولت ان انا هروح للمنحنة ده. لان ده اللي بيمثل استرس. اللي هو بيمثل الواي كمان. وده اللي بيمثل الاكس. تعرفها ازاي? ان الواي عاملة زي ايه? عاملة زي الخط ده. يبقى لو انا رسمت كده مين فيم الواي مين فيم الاكس? ده الاكس. طب وده ده بص الواي ماشي مع الخط ده. كده. يبقى لو اعملت كده. ده الواي اللي هو ده. ماشي مع ده. لكن ده ده. طيب قال لك ان هو عايز يبقى تروح للاعلى نقطة في في السترس. عندك دي وعندك دي. قال لك هو او افطر او يبقى تروح موازن هتلاقي من? الالتيميت. طيب. ما انا كده بقول لي من خصائص الكنسلس اثناء البيلاستيك دي فورميشن. احنا قلنا الفرق ما بين الكورتيكل كورتيكل. والكنسلس في حالة الايه? البيلاستيك والايلستيك. احنا قلنا الكورتيكل اللي انا بدق بيها دي بتبقى لارج الاستيك ريجن. طب الكورتيكل بتبقى يعني لاستيك ريجن او لاستيك اه دي فورميشن. طب بتبقى لس استفر اقل صلابة وبتبقى لاستيك ريجن. طب يعني كده بقول لي ايه اللي بيحصل للالتيميت لما ازود يعني ايه اللي بيحصل للبون لما بعد ما بعد ما يوصل لالتيميت سترينز تبقى تكون او بفور ايه الفيلير فبعدها بيحصل ايه بيحصل ما هي دي النقطة اللي بتكون قبل الفيلير بعدها بعد ما يوصل لها بيحصل ايه الفيلير بتاعها او اه طيب عايز النقطة اللي بتبدأ عندها البلاستيك دي فورميشن او البلاستيك دي فورميشن بتبدأ من اين يعان هي دي بتبدأ من بدايتها من اللي هي رقم دي اللي هي ايه اللي هي اللي هي الية فالي اللي هي البلاستيك دي فورميشن بدايتها الريجيون بتاعاتها بتبدأ من ال vieläل بوينت بعدها بيحصل للبلاستيك ريجون طيب بيقول اللي بيظهر كاستجابة يعني انا بزود الاسترس بزود اللوت بتاعي ده ايه هيظهر معي انا عندي هنا لو انا زودت يبقى هيصبح بعد هيصبح دي اشارة على ان انا حصل ايه يبقى هيحصلها ايه هتقل مع اللودنج اللي هو لكن هيظهر يعني لو اللوت بتاعي زاد عن جده هيصبح ايه يبقى ده اللي هو ايه ده اللي هو اكتر حاجة بتزيد لما يحصل ايه لما بيحصل ده ظهور او او زيادة لللود او زيادة للاسترس ده ايه ده اكسبت للبلاستيك بيهيفور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة